المركز الوحيد لعلاج الأورام في تعز يقرع أجراس الخطر ويناشد المساعدة لإمداده بالإمكانات اللازمة لمداوات المرضى وفق القائمين عليه استقبل المركز خلال النصف الأول من هذا العام 600 حالة جديدة هذا العدد الكبير في لغة الأرقام وفي ترجمة الإمكانيات الشحيحة على أرض الواقع يشكل ضغطا كبيرا على قدرة المركز العلاجية في توفير الأدوية والتشخيص المركز بحاجة ماسة إلى توفير الدواء الكيماوي والهيرموني وأيضا الأدوية الداعمة والمحالي المخبرية نحن بحاجة ماسة إلى الدعم خاصة في ظل الوروف الصعبة التي تواجهنا حاليا في غلاء الأسعار اليوم زيادة الأسعار بهذا الارتفاع المهول يسبب لنا مشكلة كبيرة أمام قدرتنا وقدرة المركز على تقديم خدماته لمرضى السرطان المركز يواجه اندفاع عدد كبير من المرضى ونفاد للأدوية الكيميائية والهرمونية والمحالي للمخبرية لسيما ومدينة تعز محاصرة وطرقها الرئيسية مغلقة منذ أكثر من ثمان سنوات أسعار الأدوية والمواد الطبية في ارتفاع وقدرة المركز الشرائية باتت عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الاحتياج في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد حيث إن أكثر من 11 ألف مصاب بالسرطان يتلقون الرعاية الطبية في المركز معاناة المرضى الذين يتوافدون إلينا في هذه الفترة بأعداد كبيرة تتجاوز ما نستطيع أن نقدمه لهم من خدمات يحتاج المرضى إلى الكثير من العناية من الفحوص التشخيصية من الفحوص الخاصة بالمتابعة ومن تكاليف العمليات وكذلك تكاليف العلاج الإشعاعي الذين يضطرون بسبب عدم توفره في المحافظة إلى السفر إلى صنعاء أو الخارج تغيب المنظمات الدولية والمانحين لمرضى السرطان الذين هم بأشد الحاجة إلى الدعم وتلجأ المؤسسة في ظل ذلك إلى حجد الدعم المجتمعي لتخفيف معاناة المرضى حيث أن المركز تعرض للدمار بسبب الحرب واضطر للنقل إلى مكان لا يتسع لكافة المرضى وبتجهيزات بسيطة ووفق تقارير محلية تعد تعز إحدى أكبر المحافظات من حيث عدد المصابين بالسرطان وأغلبها من الأطفال ومن عام إلى آخر يزداد عدد الحالات التي تصل إلى المركز للعلاج من تعز ومحيطها